السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تعليق ناري من الأهلي على التحكيم إلغاء البطولة العربية بسبب الأهلي الغندور يستفز الأهلي في فقرة أعرف الصح طيب أول حاجة طبعا إحنا كلنا شفنا مباراة الزمالك وسموحة أمس ويمكن أتكلمت في أكتر من فيديو عن وجهة نظري عن التحكيم في مباراة أمس وعن قرارات نور الدين أو إبراهيم نور الدين التحكيمية ويمكن إحنا كلنا عرفنا أن إبراهيم نور الدين تم إيقافه لأجل غير مسمى من لجنة الحكام المصرية ولكن ليس بسبب الأقطاء التحكيمية ودي الحاجة الغريبة والعجيبة اتوقف بسبب أنه خرق الحظر الإعلامي المخصص بالحكام أنه لازم أي حكم هيطلع على التلفزيون يتكلم مع أي يعني مزيع أو أي برنامج يكون واخد إذن الأول من لجنة الحكام وبراهيم نور الدين ما خدش إذن خالص ويمكن كمان يتخانق مع الخبيل التحكيمي اللي كان طلع معاه على الهوى فلذلك تم إيقافه يعني شفنا أحد أعضاء مجلس دارة النادي الأهلي أنا بس مش فاكر هو محمد صراج ولا محمد الجرحي يعني مش فاكر حد من الاتنين طبعا مع كامل احترام اليوم وحافظ الألقاب للجميع دكتور محمد صراج وأسيز محمد الجرحي حد فيهم كتب يعني الملخص مش حسنا نقرأ الكلام كله أنه هو بيطالب بوجود تحكيم أجنبي وأن التحكيم أجنبي في الدور المصري لايسى رفاهية ولكنه شيء أساسي لازم يجي هو بيتكلم عن شفته أخطاء تحكيمية فجة في أحد المباريات طبعا مباراة الزمالك والسموحة ويمكن أنا بقى وأيد كلامه أنه لازم فعلا يعني يجي لنا خبير أو رئيس لجنة حكام تحكيم رئيس لجنة حكام أجنبي ما يكونش يعني من الحكام المصريين ليه برضو يدينا يضف لنا بخبراته يقدر يدي بعض الحكام المصريين يعني بعض الثقافة الأوروبية في التحكيم بعض المعلومات الإضافية الغير معلومة بالنسبة لهم بعض الجرأة في القرارات التحكيمية ما يخافوش من حد ما يعودوش يحكموا أو يعني ما بغلطش الله في الحكام ولكن هما في الآخر إخواتنا وعراسنا ولكن بتكلم عن أن يبقوا على الأقل مش خايفين من لون الكيشيرت اللي قدامهم أيا كان اللون إيه هو مش خايفين من رئيس نادي أيا كان مين هو رئيس نادي مش خايفين من الجمهور يقدر أنه هو يعاقب الحكم اللي بيغلط ما يكونش رئيس لجنة الحكام موجود من لجنة الحكام المصريين أو مصري وممكن يكون مثلا بيخاف من رئيس نادي معين بيحب نادي على حساب نادي أنا مش بتكلم عن حد بعينه وبتكلم في العموم زهت على الحكام عشان أصدقاء حكام مش هتحدث عن مني خالص فيعني دي دي حاجة مهمة جدا 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 لازم يكون فيه خبير تحكيم أجنبي في الدوري المصري ويمكن هنتكلم عن نقطة تانية نخشي لها إلغاء البطولة العربية بسبب الأهل يمكن البطولة العربية السنة دي هي بطولة كبيرة وغالبا فيه كلام إن هي هتضم 37 نادي علشان خاطر يعني هتبقى بطولة ضخمة جدا ولكن يمكن البطولة العربية علشان تقام اشترطوا إن يكون فيها الأندية الكبيرة فيها أول أربع أندية أو أول أربع مراكز من الدوريات المعروفة بالذات الدوري مصري جزائري تونسي مغربي سعودي ومش فاكر الدوري الخامس كان إيه بالزبط مش عاف كان قطري تقريبا لو أنا فاكر صح يعني عايزين أول أربع أندية من الست دوريات دي وعايزين البطولة تبقى قوية ولكن يمكن الأندية دي مش عارفة تشارك في البطولة العربية نظرا لمشاركتها في دوري أبطال أفريقيا والدوري بتاع بلدها وكاس بلدها ودور الرابطة لبلدها وكمان يمكن كاس عام الأندية كان لسه موجود وكمان لسه يشارك في الصبر الأفريقي زي مثلا الأهلي فكمان عايزينهم بطولة عربية فالبطولة عربية اشترطت إن يكون أربع أول أربع أندية من كل الدوريات المهمة دي موجودين عندهم علشان تقام بمجموع جوائز عشرة مليون دولار صحب المركز الأول ياخد ستة مليون دولار سبعة وتلاتين فريق من بلدان كتيرة ولكن يمكن أربع أول أربع فرق من الست دوريات الكبرى يكونوا متواجدين الحاجة التانية يمكن هم مشترطين كمان تواجد نادي الأهلي عشان يضيف للبطولة تسويقيا والنادي الأهلي لسه بيفكر لسه مش عارفة بيعملوا يعني زي إغراءات علشان الأهلي يشترك والأهلي يخشت البطولة ويلعب بكل نجومه في البطولة ولكن الأهلي مش عارف يعمل ايه ولا ايه السوبر ليج مشترطين وجود الأهلي البطولة العربية مشترطين وجود الأهلي أي بطولة بتحصل عامة بيكون فيها شرط وجود الأهلي حتى كسر عامل الأندية الأهلي أضاف كتير لكسر عامل الأندية وأضاف كتير لتسويقيا لكسر عامل الأندية وأنا عارف أنا بقوله كويس وقد كلامي عشان لما يجي واحد يقولي أنت ما تأفورش وتقول وبصراحة لازم كلنا كمصرقين نفخر بحاجة زي كده إن احنا عندنا نادي زي النادي الأهلي آآ آآ قادر إنه هو يكون آآ يعني آآ فريق الناس كلها بتفتخر به فريق بيزيد لأي بطولة تسويقيا فريق معروف عالميا فريق دايما بيرفق اسم مصر في أي بطولة بيشارك فيها وبسم الله ما شاء الله لا حولها ولا قوة إلا بالله آآ الغندور يستفز الأهلي يمكن خالد الغندور آآ بعد خلاص يعني رحيله عن قناة تاني الزمالك بعمل صفحة يعني على الفيسبوك مؤقتا لغاية ويمكن هو منتظر أعتقد هيحسن قراره قريبا في أنه يعني ينتقل لأحد القنوات في برنامج معين ويمكن قلت لكم أنه هو آآ هيحاول بعد ما يسيب قناة الزمالك يحاول يظهر لبعض الناس أنه هو يعني محايد وعلى مسافة واحدة من جميع النوادي وطبعا ده محدش يعني هيصدقه أبدا آآ اللي عايز يصدق طبعا يصدق أنا عن نفسي مش مقتنع تماما يعني مش هجبلك أنك صدق أو ما تصدقش وكامل احترامي كابتل خالد غندور وكامل احترامي لكل طبعا حضراتكم تراجعوا علي برحتك عايز صدق صدق مش عايز صدق ما تصدقش دي حاجة ترجع لك طبعا ترجع لقناعتك آآ ولكن أنا مش مقتنع أن كابتل خالد غندور محايد تماما يعني المهم جي تكلم وقعد برضو لسه مازال في نفس القصة فيه وكان استفز جمهور الأهلي وتكلم أن ضربة الجزاء دي ضربة جزاء الزمالك صحيحة وضربة جزاء سموحة غير صحيحة وأن الزمالك كسب عادي وما فيش أخطاء تحكمية والدنيا كنافة بالمانجا وكل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة وطبعا دي حاجة غريبة جدا وحاجة أنا شايفها أن هي حاجة مستفزة وأنا كراجل زمالكة وهو كنت طلعت اتكلمت كذا مرة شايف أن اسموحة ليه ضربة جزاء لو كان خدا كانت غير مجرى المباراة وشايف أن الزمالك ضربة جزاء ومش ضربة جزاء صحيحة وكمان بقولك أن أنا خايف من الزمالك في الي جاي لأن الزمالك غير مبشر تماما اللي حصل انبرع في برات سموحة ده بسبب أن سموحة وقع نفسيا ووقع بدنيا بعد عدم احتساب ضربة جزاء ليه وبعد ما شاف أن الحكم مش حابب أنه هو يساعده أو مش حابب أنه هو مش يساعده يعني يحكم لسموحة زي ما بيحكم للزمالك والحاجة التانية حتى لو سموحة كمان مش نفسيا الزمالك كويس ان هو استغل وقعة سموحة دي وقدر يجيب تلات جوان لكن الشرط التاني سموحة كان ضغط على الزمالك ضغطة صعبة جدا وكان ممكن اللقاء ينتيب نتيجة اه ايجابية تبقى ثلاثة ثلاثة ولا حاجة اه اكيد فرحان بفوز الزمالك ولكن زي ما بقولك زعلان ان الزمالك كسب بالطريقة دي وكسب بمباراة اه كلها جدل تحكيمي بذي الطريقة اه والواحد كله يبقى تمناه زي ما قلتلك قبل كده ان تسود العدالة التحكيمية في مباراة الدور المصري وما فيش اي حكم يخاف من اي رئيس نادي ولا يخاف من اي الانتشاف ويحكم بما يرد الله ويحكم بما يوملي عليه ضميره